عملية الأرواح التائهة Operation Wondering Soul كانت من أشد أنواع الحروب النفسية على مدار التاريخ قامت فيها الولايات المتحدة ضد مقاتلي الفيتكونغ أثناء حرب الفيتنام حيث كان الجنود الأمريكيون يستخدمون سماعات ضخمة مثبتة على الزوارق الحربية وطائرات الهلوكوبتر لغرض إطلاق أصوات مرعبة تتمثل بموسيقى جنائزية وأشخاص يبكون على موتاهم وصراخ كل ذلك مسجل على شريط أطلق عليه شريط الأشباح رقم عشر هذه الأصوات تم تعديلها وإعادة تركيبها لتخاطب جنود الفيتكونغ وتتوسل إليهم أن يستسلموا ويعودوا أدراجهم وإلا ستظل أرواحهم تائهة وتلاقي نفس المصير الاستخبارات الأمريكية هي من قامت بنسج هذه الخدعة اعتمادا على المعتقدات البوذية القديمة حيث يعتقدون أن أرواح الموت غير المدفونة بتكريم تظلها إمة ومحكوما عليها بالسير فوق الأرض ولا بد من إيجاد أجسادهم ودفنها وإلا فستظل أرواحهم تتألم هكذا شنوا حربا نفسية على جنود الفيتنام بالتلاعب بمشاعرهم مستغلين تلك المعتقدات الدينية لديهم إلى أن أدرك بعض الجنود هذه الكذبة فقاموا بإطلاق النيران صوب طائرات الهليكوبتر وأسقطوا عددا كبيرا منها إذن كيف للمعتقدات الدينية أن تساهم بزعزعة نفوس وبثبات وعزة نفوس أخرى وما هي البنية النفسية للمقاوم الصامد وللمعتد المجرم وما أسرار صمود وثبات أهل غزة نظرة على الحروب بأبعادها النفسية والإنسانية هذا بودكاست جوهر وأنا صفاء أبو سكر أهلا بكم دكتور يعني ولدت ابن طول كرم 18 سنة قضيتها بهالمدينة الجميلة قبل ما تبدأ يعني رحلة الإغتراب بتاعتك أكيد احتكيت بجهتين بين مقاوم وبين محتل ومغتصب كيف كنت كطفل في هذا العمر تنظر إليها يعني كبرت في قرات والكرم يعني بلهجة التغربة الفلسطينية كنت كاعد ولكاء وفي قرية بالذات اسمها رامين هي قرية تاريخية عدد سكانها قليل لكن مساحتها شاسعي 5500 دنم وأتوقع 1981 قبل ولادتي ب6 سنوات تم أخذ 500 دنم لإنشاء مستعمرة مستوطنة اسمها عناب وبعد يعني سنوات يمكن كان عمره صف أول تاني رحت مع سيدي اللي هو جدي نعتصم ضد توسيع المستوطنة برضو على حساب أراضي سيدي لأنه كان فيه أراضي اسمها نعم اسمها الغربية هي زيتونية المنطقة فيها مزارع زيتون وبالتالي أنا كان دائما عندي فكرة إنه ماذا هناك يعني نشوف إحنا البناء في المستوطنة عناب يعني بناء طبعا بالنسبة للقرى عندنا هو بناء حديث وين أرد سيدي وهذا شيء طبعا ارتبط كثير في الأحداث الجديدة أنه دائما الإنسان حتى وإن لم يكن مهجرا دائما يبحث عن الجذور كنت كثير أتخيل سيدي أنه كيف كان يروح على الأرض يقطف زيتون كان عنده حمارة بيضة أحسها في عناب لكن الصورة ما كانت تركب لأنه الأراضي للأسيد الثاني اللي فيها زيتون تختلف تماما عن هذا الجسم اللي هو من الخارج حضاري لها كان أنت تعتبره كمحتل شيء في غير مكانه مثل الخلية السرطانية هي خلية فاعلة نشطة تكبر بسرعة ولكن في غير مكانه هذا كان يعني له جزء من حكاية معنا حكاية الطفولة أهلا وسهلا فيك دكتور حذيفة برهم طبيب نفسي دكتورة في الطب النفسي والإدمان ومؤسس مركز وأكاديمية شادو للطب النفسي دكتور الحديث عن مقاوم يريد أن ينتزع هذه الجذور وهذه الحكاية التي ربما غذية فيها من أجداده حاول البحث عنها فكرة الانتماء لمكان والدفاع عنه وعلى الشق الآخر فكرة المعتدي والمغتصب والمحتل والذي يعني يتلذذ بالدم وبالقتل وبالأشلاء هناك بنية نفسية لكل الطرفين سنحاول اليوم أنه إحنا نتعرف عليها على كذلك على المشاعر وتناقض المشاعر يعني بين أشخاص يعيشون مشاعر خذلان وعجز ووهن وبين آخر يعيش صمود وثبات وعزة وكرامة ويتغذى على هذه المعاني القيمة نبدأ ببنية المغتصب البنية النفسية التي تجعل لشخص هذه النشوة نشوة الدماء والقتل والأشلاء ما الذي يجعل يعني إنسان لنقول ربما لا يكون قريب للإنسانية لكن ما الذي يجعله يتلذذ بهذا الشيء بداية لما نتحدث عن شخصية المعتدي أو نزعات المعتدي نذكر نظرة فرويد في الإنسان فرويد يجد أن العدوانية والنزعات الجنسية هي المحركات الرئيسية للإنسان وبالمناسبة فرويد جاي من عائلة يهودية متزمتة وهو نفسه غير متدين ولكن كان يحترم الثقافة اليهودية وبالتالي هو ربما وجد في بيئته ما يجعله يبني هذه النظرية على هذه النزعات النزع العدواني ورغم أن فرويد قبل الحرب العالمية لم يكن يؤمن أن النزعات الجنسية بجانبها النزع العدوانية مهمة إلا أنه بعد الحرب العالمية الأولى اعتقد كما اعتقد غيره من المحللين بأن النزع العدوانية عند الإنسان هي نزعة قوية وبالتالي التربية للأخلاق الدين يجب أن تكون ضوابط لهذه النزعة وهون يأتي دور أن يكون دينك وبيئتك وتربيتك هي من يضغط هذه النزعة على من يغذيها فإذا جاء هذا المحتل بفكر يجعل له الحق في أن يفعل ما يريد في أن يحتل ما يريد سنكون أمام نزعات ليس لها ضوابط بالعكس سنجد هناك أيديولوجية تغذي هذه النزعات الموجودة عند الإنسان والمفروض أنه يتم تقليمها يتم ضبطها من خلال الوازع الديني والأخلاقي والضوابط المجتمعية يعني هكذا نرجع دكتور أصلا لجذور الصهيونية والفكر الصهيوني وربطه بالديانة اليهودية يعني ربما هناك عديد من التفسيرات والقصص التاريخية الآن ذكرت فروض هو أرسل رسالة يعني ضمن الأشياء التي تحدثنا فيها كيف أنه كان فعلا يدافع عن هذا الفكر لكن لنذهب إلى يعني اعتقاد اليهودية وكيف دخل المعتقد الديني داخل الفكر الصهيوني من وين بدأت الحكاية أنا لن أتحدث كمؤرخ ولكن لارتباطه بالجانب النفسي نحن نعلم أنه الإنسان يتوحد مع تاريخه مع ما يتعلمه عن جذوره وبالتالي نتذكر أن الصهيونية كفكر قام على إعادة إقامة الدولة منذ السبيل البابلي حينما قام النبوخة مصر بإنهاء حكم اليهود بعد ذلك حاول اليهود العودة إلى فلسطين بعد حكم الفارسيين وانتهاء حكم البابليين بعد ذلك لم تقم لليهود قائمة نحن نتحدث عن أتوقع حوالي 560 سنة قبل الميلاد نعم نتحدث عن شيء قبل حوالي 3000 سنة عن حلم تم دفنه لمدة 3000 سنة وعاش اليهود مشردين في أوروبا في كثير من الدول وكان اليهود دائما هم كبش فداء لكل الشرور في أوروبا حينما كانت هناك الحمى في أوروبا انتشرت اعتقدوا أن اليهود هم من نشروه لما كان فيه هناك الطاعون اعتقدوا أن اليهود هم من وضعوا السموم في أبار المياه وتم التنكيل بهم وبالتالي نتحدث عن اضطهاد كبير لليهود ومعاداة كبيرة للسامية في أوروبا جعلت هؤلاء الناس يبدأون بالتفكير كيف إذا كان لدينا وطن يحمينا ونحمي فيه بعضنا ومن هون تأتي الفكرة حسب هرم ماسلو أن الإنسان بحاجة للأمن في البداية وهاي الحاجة للأمن بتقلي أحيانا للإنسان ما يفكر بأعلى الهرم خاصة كما تعرف أن الأخلاق والمبادئ موجودة في أعلى هرم ماسلو وبالتالي الظلم اللي اتعرض إليه اليهود في الشتات خلاهم يغضوا النظر عن هذه المبادئ والقيم اللي ممكن حتى في دينهم موجودة وينظروا إلى النظرية الأمنية من خلال تبني فكرة أنه يكون إلينا وطن يحمينا ونستثمر جميع قوتنا فيه لأنه اليهود بشكل عام كانوا أقوية من الناحية المادية لأنه المسيحية كانت تحرم من ربا فهم كانوا يتعاملون في المعاملات المالية يتعاملون في المواضيع البنكية وبالتالي هم كانوا يمسكون بزمام الاقتصاد في أكثر من دولة أوروبية ولكن كان ينقصهم الوطن ومن هنا جاءت فكرة الصهاينة في إنشاء وطن يضم اليهود ولم تكن فلسطيني الوحيدة أتوقع بعد الحرب العالمية الأولى كانت الأرجنتين وأوغندا من ضمن ما طرح في مؤتمر السادس أتوقع الصهيوني وهناك من قبل بها وهناك من رفضها واضطر هيرتزل في ذلك الوقت أن يجتمع بالذين رفضوها وكان من بينهم جدنا تنياهو الآن قالوا كيف بما معناه سنستطيع أن نأتي باليهود من أوغندا إلى فلسطين فيما يلي وبالتالي رفض أن يكون لهم وطن في أوغندا لأنه يريد فلسطين نعم كان فيه بعد يمكن آخر خلينا نشير له دكتور الموضوع اختيار فلسطين وهو يعني البعد الديني والمعتقد يعني اللي ذكرناه يعني هناك أكثر من مؤرخ يهودي مثلا روجي الفرنسي روجي قارودي اللي كان أول من تحدث عن التنسيق الأمن السري بين النازية والصهيونية وتحدث عن المخططات يعني اللي كتابه يعني قبل أربعين عام منع منع في فرنسا منع من الدول العربية لأنه كان يوضح ويفند هاي المخططات يعني بأنها ليست أساسها شيء ديني وهم أرادوا زرع فكرة دينية في عقول يعني اليهود حتى يكون يعني هناك شيء باعث قوي أهمية المعتقد دكتور يعني نفسيا أدي بيعطي المعتقد قوة المعتقد مهم ولكن هون صار في عاملين في الهجرة اليهود إلى فلسطين الهجرة أساسها كانت الحرب العالمية الثانية وتعامل النازيين مع اليهود بشكل عام في أوروبا لأنه كما تعلمين هتلر استطاع أن يستولي على كثير من مناطق أوروبا وتم تعنيف اليهود هناك وحرقهم في الهولوكوست وغير ذلك من التعامل اللي كان موجود للسنوات البعد العقدي ساعد في توجيه هذه الهجرة البعد العقدي لوحده بدأ من مؤتمر الصهيونية الأول في بازل ولم يأتي أكله حتى الحرب العالمية الثانية يعني العدد اللي هاجر إلى فلسطين من اليهود لم يكن كافيا لإنشاء دولة أو التفكير بإنشاء دولة حتى بدأت أحداث أوروبا حتى بدأت النازية والصهيوني بشكل عام هو قائم على البراغماتية وعلى التفكير الاستراتيجي اللي يوظف الدين ولا يرتبط في الدين ارتباطا عضبيا فوجدوا أن تعامل النازية مع اليهود قد يخدم فكرتهم الأساسية في تهجير اليهود إلى فلسطين فهنا تم الجمع بين أن توظف العقيدة في الوجهة أن تكون وجهة الهجرة إلى فلسطين وتوظف الألم اليهودي والشعور بمشكلة البقاء هناك تهديد وجودي قوي في ألمانيا وفي معسكرات النازية جعلت اليهود من أكثر من مكان من بولندا من ألمانيا من كثير من الأماكن ينتقلون إلى حيفا ويعني أكثر الأشياء اللي لاحظتها كانت هناك باخرة تحمل اليهود مكتوب عليها للفلسطينيين كان وقتها الفلسطينيون ينتظرونهم في حيفا أن الألمان قد حرقوا أملنا فلا تحرقوا أو لا تهدموا هذا النوع من الهجرة كان هو هجرة الإنسان اللي جاي يستعمر بعض المناطق في فلسطين وبالتالي نتحدث إحنا عن حركة صهيونية استغلت هذا الألم اليهودي لبناء دولي لتحميل كل مثالب الغرب مثالب الدول الأوروبية للفلسطيني الذي لم يكن له لا ناقة ولا جمل في أوروبا في تلك الفترة نعم ذكرت دكتور يعني جملة مهمة موضوع توظيف الدين وليس يعني اعتقاد وتشبع هذا الدين يعني هردزل مثلا القائم على الصهيونية هو كان ملحد أنت كمان ذكرت يعني كيف أنه يعني وظفوا هذا الدين لأشياء معينة وفعلا كان لها أثر والآن عم نشوفها على المقابل يعني عم نشوف الناس اللي عم بتمسكوا بأرضهم قد فعلا الدين هو دافع لهذا الصمود وهذا الثبات فالمعتقد الديني يعني شوي بسيك أنا بدنا نوقف عنده لأنه فعلا هو من الأشياء اللي مناش نحكي هو بس داعم للنفسية هو أيضا شيء لنمو النفسية بعد يعني الصدمات البعد الديني شيء عميق جدا وهو ربما يمكن أن نشبهه بدائرة توسع ضيق الحياة في بداية التحليل النفسي عند فرويد كان يجد الدين هو عبارة عن نوع من الهذيان أو نوع من فقدان الحقيقة ولكن فيما بعده انتبه المحللون النفسين إنه بدون دين هذه الحياة رتيبة جدا صعب أن تعيش بدون هذا بفسحة الدين تخرج من التراتبية المنطقية لكل شيء تريد أن تختار كل شيء فقط لأنه منطقي أو غير منطقي التفكير استراتيجي يتعب الإنسان عادة بالتالي فسحة الدين دائما تعطيك نوع من الأمل أمل به عدالة خلف هذا الظلم أمل بأنه حتى إذا فعلت ما فعلت الآن ولم تجد من يكافئك هناك مكافئات بالتالي هي دائرة واسعة في حياة ضيقة الإنسان اللي عنده الإيمان يتحمل صدمات كثيرة وهون بيجي مفهوم الابتلاء وجينا على فريدريتش نيتشا اللي هو معروف بإلحاده يتحدث إذا كان للإنسان معنا يتحمل في سبيله كل الصعب وكيف إذا كان هذا المعنى مربوط بمصير الإنسان مصيره الأخروي والتالي هون تأتي قوة الدين أنشأوا مدرسة أخرى لما صار في مشاكل وبعدوا عن الكنيسة وفصلوا الدين عن الدولة أنشأوا مدرسة لتخدم هذا الغرض وهي البحث عن معنى بالضبط ولكن إذا قرأنا مثلا في كتابات فيكتور فرانك الفيكتور هو يتحدث عن كيف يستخدم الدين في علاج كثير من مرضى وهناك قصة شهيرة أنه راهب أو حخام يموت أولاده ويبقى على قيد الحياة ويعيش عقدته تسمى عقدة الناجي ففي نهاية العلاج يقتنع الحخام أن لديه بعض الخطايا وأن الأولاد كما نعرف في الدين اليهودي وكل الأديان معصومون فهم ذهبوا إلى الجنة وهو لديه الفرصة ليتوب ويلحق بهم في المستقبل وبالتالي المعنى الديني أو المعنى المستمد من العقيدة قوي جدا في المناعة النفسية وخاصة في فكرة الإيجابية التفكير الإيجابي لو نيجي على الأحاديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له كان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذا جزء مهم جدا من التفكير الإيجابي حينما تفكر فيما خلف الحقيقة أو الواقع الآن الضربة التي لا تكسر الظهر تقوي وهذا الشيء مستمد أيضا من ديننا الدين الإسلامي هو دين ليس مثالي وإنما واقعي وممكن هذا يكون وهذا يعني اللي عم نشوفه حتى الآن التركيز على فكرة أنها حرب دينية أو مثلا بأن هناك يعني معتقد يعاد تكراره وهو لو رجعنا البدايات مثل ما ذكرت هو بعيد ومنفصل أدي يخيف فعلا المعتدي أو المقاوم فكرة تمسك المقاوم بمعتقده الديني يعني من الأشياء اللي يمكن انتشرت ومن الأمثلة يعني فكرة حفظ القرآن وحلقات الحفظ التي كانت يعني ترعب المحتل مثلا ففكرة أنه هناك جيل قادر على الحفاظ على بنيةه النفسية لقدرة على الخوض الحرب وتجاوز الحرب النفسية فهذه فكرة يعني ترعب أجانب الآخر جزء مهم في الحرب دائما لما تشتد الحرب يفقد الأشخاص وسائل التواصل معظمها العقيدة بالنسبة لتحت الأزمات هي عبارة عن مغناطيس يحرك هؤلاء الأشخاص كمثال أنا كنت دائما أسأل نفسي حينما يكون هناك راعي واحد لقطيع من الغنم لو كل فرد في هذه الأغنام فكر أنه أهرب باتجاه 360 درجة لن يستطيع الراعي أنه يتحكم فيهم الفكرة التي تتولد عند القطيع هنا هي فكرة العجز المكتسب أنه حاولت غنم من الأغنام أو كبش من الأكباش أنه تهرب مرة واستطاع أن الراعي أن يسيطر عليها ففهم القطيع أننا كلنا تحت السيطرة صار في عجز خلاص يعني لكن العقيدة هنا تكسر هذه كيف تكسر ذلك نيجي على أنا يعني كوني مسلم معلوماتي إسلامية أكثر ولكن أتوقع معظم العقائد في هذا الشيء حينما يتجاوز مفهوم القوة والقدر عند الإنسان واقع هذا الشخص يؤمن أن فئة قليلة ستغلب فئة كثيرة يؤمن أن حدود القوة لا تتحكم في مصيره بالتالي يخرج من نفسية القطيع التي يركز عليها دائما المستعمر أو المستوطن أو المحتل في ضبط هؤلاء الأشخاص لا يمكن الضبط ملايين الأشخاص إلا إذا جعلتهم يؤمنون بأنهم عاجزين وهذا العجز يأتي من خلال عمليات متكررة تؤدي إلى عجز مكتسب مع الوقت ومن هنا يأتي مفهوم المقاومة عند الأشخاص الذين يكسروا هذا المفهوم من خلال ثورات معينة من خلال عمليات مقاومة من خلال خروج استثنائي على الشكل اللي يراد له أن يكون مسيطراً على واقع المكان الموجود في المحتل والمحتل أو المستعمر يعني أنت هون أخذتنا دكتور للجانب الآخر خلنا نأتي إلى الجانب المقاوم يعني للشخص اللي فعلاً بده يدافع عن أرضه اللي عم بيحاول بشتى الطرق أنه يبقى عنده هذا نفس الصمود والثبات ما هي البنية النفسية لهؤلاء الأشخاص؟ كيف يتعاملون مع هذا الواقع؟ كيف يقبلون ولا يدبرون؟ يعني الموضوع ليس بهذه السهولة يعني عند البشر والفطرة الإنسانية سبحان الله يعني أنت هذا الخوف فكيف ممكن نفهم هاي البنية؟ أنا بفهمه ببنية نفسية وبتوقيت التوقيت الآن ذكرته في أكثر من مكان أنه حينما تكون الحياة لا تستحق العيش يبحث الأشخاص عن قصة وحكاية تستحق الرواية يهو؟ شرح لنا إياها دكتور نعم الآن هناك واقع لناس عندهم حياة لا تستحق الحياة نيجي على كثير من الناس المقورين مثل أخوتنا في غزة محاصرين منذ سنوات ليس لديهم حياة رتيبة كما يعيشها الإنسان مثلا في أوروبا ما عنده الأحلام العادية هي أنه أنا يصير عندي سيارة، بيت، أزوج، أجيب أولاد أدرسهم بأحسن مدارس، بأحسن جامعات فبصير عنده هذا الحياة الموجودة هي لا تستحق العيش الآن يريد تفاصيل تستحق أن تروى في هذه الحياة ويؤجل حلمه في الحياة الكريمة الجميلة لأولاده ولأحفادي وأنا هذا اكتشفتها في جزئية أنه في القصف يتبادل الآباء أبناءهم يأتي بثلاثة من أبنائه يضعهم عند عمهم ويأخر ثلاثة من أبناء عمه ويريدون أن يحيا جيل الحياة التي يروي هذه القصة نعم يروي هذه القصة ويعيش الأحلام التي يعيشنا هذا التوريث الأحلام شو يكاسر نفسيا على الشخص؟ شو بعطيه يعني مضطر؟ أبنائنا هم امتداد لنا وأكيد شايفي في مجتمعنا أنه أنا ما درست خلي ابني يدرس أنا ما كان عندي سيارة خلي ابني يشتغل ويجيب سيارة يورث الأب أو الأم الحلم ويتم إشباع هذا التوق إلى تحقيق الحلم عنده من خلال أبنائه وهذه مهمة جدا في توريث كل شيء للأبناء في غزة يورث الإنسان مثلا الحياة كلها لأبنائه لأنه لم يعد هناك حياة ممكن أن تستحق أن يعيشها أو أن يناضل من أجلها الآن بقي له تفاصيل بطولية تفاصيل تروة وبالتالي هذا الشيء نجده مثلا أنا من الأشخاص اللي كنت أعرف في قصة الهروب من سجن شلبوع ممكن كنت أعرف أنه لن يستطيع الهروب لأنه احنا نعرف أنه هناك منظومة تجسس كبيرة جدا من طاد يصور 24 ساعة لكن كنت أعرف أن هؤلاء الأشخاص يريدون أن يخرجون من رتابة حياة السجن تصحى في عدد في أكل في رياضة نص ساعة ترجع تنام وهكذا هم أرادوا أن يخرجوا بقصة وخرجوا بها الآن في غزة وفي كثير من الأماكن المقورة يخرج الناس ليرووا قصة وأنا أشك أنه هناك كثير إيمان بأنه النهاية رح تكون في هذه القصة لصالحهم هم كتبوا ما يريدون ما يريدوا أن يكتبوه في بداية القصة والآن العدو يحاول أن يكتب النهاية من ناحيتي تحقيق صورة نصر معينة على الأقل تجعل القصة في صالحي وهذا ما يحاول الكل أن يحارم من أجلها فكرة القصة ذكرتني بموقف كانت إحدى السيدات عندما خرجت من سوريا كان ضمن ظروف جداً صعبة وحتى كان في معتقل وتقول لي أنا كتبت كل التفاصيل دونتها فلما أسألتها أنه أدي كانت تشبيع عندك شو فادرتك وتقول لي هاي وثيقة تاريخية أنا بكرة أولادي أنا أنا رح أروح وممكن ما أشوف لنصر ولا أشوف عودة لكن بكرة أولادي رح يكونوا يعني يستفيدوا منها للتاريخ التروي فعلاً المعاناة التي عشناها وقدرتنا على استعادة فكان عندهم برضو الآن الإيمان لأنه ممكن أنا ما أشوفهم نصر بس أولادي إذا لم أولادي أحفادي هناك يعني إيمان بهذا الشيء وهناك إشباع لفكرة فكرة الإنجاز مثل ما ذكرت عندما تروى هذه القصة وأنا أربطها بفكرة الخلود يعني المعمر عندنا عمره مئة سنة نسميه معمر لكن مئة سنة أيضاً محدودة صحيح لما يكون لك قصة تخلد وتروى بعد مئتين سنة فأنت بتكون كسبت كمان مئة سنة فكيف إذا صنعت بطولة ممكن تروى لمدة ألف سنة وبالتالي فكرة الخلود حتى في الحياة الدنيا هي جزء من فكرة الخلود في الحياة الآخرة وهون بتكون قوة القصة اللي الشخص دائماً بيحاول ينقلها ومشان هيك كان سيدي وستة لما نقعد يحكونا كيف كانت حياتهم وكيف كان البيضر والبيارة لأنه هو في لا وعيه معتقد أنه في يوم من الأيام ممكن حفيدي يجي على بودكاست ويحكي عن سيدي اللي أخذني وبالتالي نوع من التخليد الآن كثير من الصور اللي منصور أنا متأكد بس سنخلص وحن يجي نقول لك يلا السادس واخلينا ناخد صورة برضو مشان تخلت لأنه هذا الصورة حيكون إلها معنى أكثر لما تذكرنا في هذه الفترة كلها ممكن يكون إلها معاني كثير تعبر عنها وبالتالي هنا قصة التخليد هي جزء من ربما من فلسفة الصورة ومن فلسفة الحكاية لكثير من الأشياء هذا اللي يمكن هلأ كما منشوفه في صور مثلاً أهل غزة كيف مثلاً اليوم كنت عم بشوف كيف واحد عم بيوثق كيف بكوي أميصه حط الأهوة على الحطب هلأ ما في طبعاً غاز ولا نار فلما غلية لما بس سخنة الحديدة تحت الأهوة مسكها وكوها البلوزة وقال أنا اليوم عندي تصوير يا جماعة وهيني رأي فهو يعني شوفه على بساطة الشيء وربما يعني فيه نوع من الحزن لكن هو استخدمها كأسلوب ثبات وقوة ذكرتين بشيء لا أعرف هالمكانه ولكن سأرويه وأنا كنت في الانتفاضة الأولى اجتاحت القوات الإسرائيلية قريتنا ووقف القناصة مقابل بيتنا فاضطرنا كلنا أنه نختبئ في غرفة فأنا كنت البطل اللي راح عمل شاي واشربناه أنا متأكد جدا أنه في لا وعي كنت في الوقتها أو مراهق لكن في لا وعي أنه في يوم من الأيام أتحدث كيف أتحديت القناصة من أجل كاست الشاي اللي لازم نشربها الشعور الشعور لحاله فعلا يعني ممكن أنت تقيسي على هذه الفكرة في الأحداث الكبار اللي يصنعها إنسان من لا شيء الشخص اللي كوا بغلاية الأهوة هو عمل شيء من لا شيء أو عمل شيء استثنائي يستحق الرواية فتخيل كيف الإنسان اللي بيقاوم مثلا بدون أدواته أو اللي بيعمل ضج أو بيسبب خسائر لعدوه بدون أي دعم بدون أي إسناد لا خارجي ولا حتى بأدوات داخلية بالتالي الآن دائما في مثل هذه الحكايات ابحث عن الاستثناء تجد أن الأشخاص يحاولون أن يفعلوا الاستثناء هذا الشخص مقاوم بغلاية القاوة يريد أن يقول أنا باطن هنا وحتى أني أنا بكوي بقميصي وحد بيصور بيحكي إحنا راحين على المستوطن الفلانية كازدرة وحد بيحكي هنا عمنا أكل لبن وممكن يعني شمانة إسرائيل واحدة اليوم عيد ميلادة كمان دكتور عم تحكي أنه أنا زوجي وعدني أركب الطيارة واندي سفرة مفروض أنه وعدني بسفرة في هذا اليوم لكن قضيتها على الحمار وأنا عم بمشي فيها لكن كانت تحكي بي يعني وكأنها تواسي نفسها وكأنها يعني تستمد القوة من هذه إلى هذا وهي فعلا تصبر نفسها وتضحك يعني كانت مع زوجها الحمار بالنسبة لإنسان كان راح يركب الطيارة أيضا تفصيل استفاعي وبذلك أنا أول ما رجعت على قريتي قلت لهم بدي حمارة أهلولي واحد الله يا دكتور يعني فبرضو ما دبروا ولكن هي عبارة عن تفاصيل استثنائية لكن في الوضع الطبيعي لو أنا مضطر يعني لو أنا في وضع اجتماعي ما بيسمح لي أركب الطيارة ممكن أخجل من ركوب الحمار لأنه هنا الأشياء الاستثنائية إلها قيمة وأنا دايما بربطها بقيمة الرواية إذا كانت تستحق هذه الجزئية أن تروى في بودكاست فهي تقدم شيء يستحق الرواية في كل هذه المحط فالإنسان مفطور على حب الحكاية وليس من يعني من الحكوات وسبحانه لو رجعوا للتاريخ يعني منشوف قدش فعلا الإنسان تجذبه تفاصيل الحكاية وروايتها يعني هنا الإنسان ممكن نشبهه بخلقة من طين هو خلقة من تراب معين وهذه الشجرة بحاجة إلى جذور الحكاية توفر هذا الجذور حتى الأشخاص اللي بيفتقدوا للحكاية مثلا الشخص اللي تربوا بدون سيده أو سيده مثلا ماتوا هو بعمر صغير تجد يختلق الجذر يختلق قصص ما سمعها من سيده من جده بس يختلقها لأنه هذا الجذع بيدور على الجذور فتخيل أنت الشخص اللي تخيل أنت الجذع اللي أخذ من مكان خاصة بنفسية اللاجئ وجد نفسه في مكان آخر جذوره في مكان وجذعه في مكان هذا اللي خلل يعني صهاينا ربما فكرة الهولوكوست يضخموها اللي تكون رواية تشهد مثلا لهم بأنه أنا حقي مثل من نازي كان يقتل يقتلني ويعذبني تحت رؤية الجيش أنا حقي أن أنا أقتل الفلسطيني والطفل وتحت حماية الجيش جيش الاحتلال هي نفسيا هذا بشكل لاواعي بسموها دورة العنف كثير من الأطفال اللي بيضربهم أخوتهم الكبار بس يصير عنده أخو صغير بيضربه هذا شيء يعني دورة بسموها دورة العنف كأنه بدي ينتقم؟ يعني أنا برأيي طبعا حسب أن فرويد هو بسموه التوحد مع المعتدي أن تتشبه بالمعتدي لتبقى على قيد الحياة ولتشعر بالقوة وأنا برضو بضيف عليه أنه هو نوع من تطبيع للذل كيف؟ يعني طالما أنا ممكن أذل غيري فمعناها اللي عشته قبل مش قبول للذل آه معناها طبيعي اللي أنا عشته يعني إذا الأستاذ ضربني وضرب غيري خلاص الموت مع الجماعة رحمي فهي نوع برضو من تطبيع الألم لكن الإنسان الواعي والإنسان اللي عنده حسب هرم الأخلاق وللأسف قليل ولكن اللي واصل للمستوى العالي من الأخلاق دائما يحرص أن لا يعيش أحد الألم اللي عاشه وهنا بتدخل ممكن جزئية الإمباثي أو التقمص العاطفي مهمة تعاطف الإنسان اللي عنده قدرة عالية على التعاطف يقول أنا تألمت مش رح أسمح لحد يعيش نفس الألم بس اللي عنده عقدة النقص بسر العكس عنده عقدة النقص بالنسبة للصهيون هي شيء من تكوينه لأنه إحنا بنحكي عن السبي البابلي في قبل الميلاد بخمسمائة ستمائة سنة لحد الآن لم تكن لهم قائمة فعقدة النقص يتخرج بمخرج عكسه نرجسية أو شعور بالعظم عالي ساعدهم على البقاء لأنه هو يشعر أنه أنا شعب الله المختار وأنا سيأتي اليوم اللي كما يقول فيها علماء الناس أورجيهم حتى بيسموا I will show them أنه سيأتي اليوم أخذ بثاري ولكن ليس من المعتدي هو يتوحد مع المعتدي يأخذ بثاره من من؟ من الضحية الجديدة وهذا عم بصير على فكرة يومية في البيوت يعني من الذي ضرب الولد الأوساط؟ ضرب الأخ الكبير من الذي يضرب الآن؟ الأخ الصغير يعني هذا جناه أخي علي وما جنيته على أحد الأخ الصغير يكون كبش في دار لآلام الأخ المتوسط والتالي إحنا هنا دورنا أنه نتفهم إحنا نتعاطف مع ونتفهم لكن لازم أنه نؤكد أنه الوعي يؤكد أنه هذا الشخص الصهيوني لو كان لديه شخصية أو نفسية سليمة لرفض أن يتعامل مع الفلسطيني المحتل صاحب الأرض بنفس ما عمله النازق في تلك الفترة لكن هو تم تغذيته مثل ما ذكرنا تم الموضوع ليس بين يوم وليلي أنا والله ضربني بدي أروح أضرب الضحية لكن هو فعلا تم وضع منهجيات ومعتقدات ومنهاج دراسي الآن نرى المناهجهم تغذي هذه الأفكار للأسف على فكرة جزء منها هو دراسي لما فعل النازي في اليهود في أوروبا يعني ثورة وارسو معروفة أنه قمع النازيون هم درسوا كيف قمع النازي ثورة وارسو ليخمدوا كثير من الثورات والانتفاضات في فلسطين هم درسوا ما الذي فعله الآخر معنا الذي فعله النازي معنا درسوا جوزيف جوبلز وهو معروف بأنه رئيس البروبغاندا الألمانية النازية اللي كان جزء كبير منها موجه ضد اليهود وكان جزء منها موجه لتجريم اليهود ونزع إنسانيتهم درسوا أسلوبه في البروبغاندا واشتغلوا نفس الأسلوب في كثير من الحروب سواء في فلسطين أو في غير فلسطين كثير من الأدوات الرخيصة أو القادرة اللي استخدمت ضد اليهود للأسف درست وتم تبنيها من قبل ناس يدعون أنهم ضحية الإجرام الناسي وهذا اللي كانوا يخافوا أنه يفضحهم بعض المؤرخين اللي هم يهود لكن معادين للصهيونية علي عزة بيجوفيتش رحمه الله يقول تخسر المعركة حينما تصبح مثل عدوك لذلك هم خسروا المعركة صحيح كثير من الحروب حتى من أيام الإسكندر الأكبر الحرب معروفة هي لإقامة السلام الإنسان يقوم حتى لينين يتحدث في الثورة تبدأ أنت بإرهاب المجتمع ثم تفرض ثورة جديدة بفكر جديد بنظام جديد وبالتالي الإرهاب يأتي في فترة قصيرة في معظم الحروب في التاريخ البشري جاءت ليقبل الناس بحكوم جديد بواقع جديد الآن نجد أن هناك حرب لا تريد السلام والسبب هو توظيف الدين بشكل خاطئ لهدف حرب تحدث عن حل الدولتين لكن المعتقد اللي تنشره للصهيونية هو عكس هذا ذلك وبالتالي هذا يدفع دائما حرب تغذي حرب أخرى تدعم وجه سياسية معينة توصف عادة عندنا باليمين واليمين المتطرف وبالتالي لن تقوم قائمة لهذه الدولة طالما تحكمها هذه العقلية يمكن فكرة الأكاذيب دكتور يعني متنا بحكو حبل الكذب قصير الفكرة بدأت بأكذوبة بتحريف بوضع شيء يعني غير موجود وأقنعه في الناس وتوالت الأكاذيب لو دخلنا هيك شوي بخضم الحرب النفسية بكل الحروب السابقة اللي كانت في معظم الدول قدي فعلا الأكذوبة ممكن أن هي تكون تلعب على الوتر النفسي لمرحلة معينة لكن عندك تشاف أنها أكذوبة بيصير العكس تماما هذا مهم جدا في اختيار الأكذوبة في البروبغاندا بشكل عام الإشاعة دائما يتم اختيارها حسب الطلب النفسي بمعنى آخر كيف يعني حسب الطلب؟ يعني أعطيكي مثال بنت عندها فراغ عاطفي إشاعة إنه شخص معجب جدا فيها رح تكون أقرب لأذنها وقلبها من بنت ما عندها نفس الفراغ بالتالي تعالي على الإشاعات اللي يتم إطلاقها نيجي على إحنا عايشين في تركيا وفي كثير من الدول العربية الفلسطيني باع أرضه ليش؟ لأنه هناك شعور بالذنب تجاه مسؤولية تاريخية دينية إنسانية لكل حر لكل مسلم لكل إنسان عاصر النكبة إنه يدافع عن الفلسطين المظلوم لكن مثل هذه الإشاعة تريح ولو بشكل جزئي ضمير هذا الشخص بالتالي استقبال كثير من الناس لهذه الإشاعة أسهل من لو ما كان في مشكلة عند هؤلاء الناس كثير من الإشاعات الآن اللي يتم تداولها يتم تداولها تحت هناك تقارير تقول كذا تفعل كذا إذا أنت كنت تملك الدعاية وتملك القوة الإعلامية تكذب الكذبة وتنشرها ثم تفندها ولا تنشر وهذا اللي بيصير فيه كثير من الدعايات وخاصة اللي شايفينه إحنا في هذه الفترة أحيانا يسحب الفيديو اللي أصلا تمنش الفيديو الكذبة فيه يسحب لكن تستمر الدعاية بعض المعلومات خرجت قبل سنوات أنه تم اكتشاف أنه فلان فلان هو المسؤول عن الشيء الفلاني الآن يخرج بنفس النمط وكأنه خبر جديد لذلك هو مستهلك يعني الإشاعة هي زي أي مستهلك زي أي سلعة تبحث عن الجمهور تخاطبين من خلالها ممكن تقدم إشاعتين ضد بعض إشاعة للجمهور اليميني وإشاعة للجمهور اليساري وهذا شفنا في كثير يعني هذا من سلوك الدكتاتوريين عادة أنه يعزف على الوطر الحساس من جزء من الأوطار الحساسة هذه هي الإشاعات اللي ممكن تتعلق بضعف عدوه بانكسار العدو بضعف معنوياته يمكن هذا كمان صار بحرب العراق في 2003 لما نشهلوا شائعة أنه سقوط المطار بغداد هو سقوط للعراق والبغداد وفعلا هذا دأثر عليهم بحيث أنه لما سقط المطار ثلاث أيام والله هي فريسة فريسة أو خلينا نسميها بالمعنى الأصح هي مصيدة وقع فيها العراقيون تذكر في تلك الفترة كانوا يتحدثوا عن أن معركة المطار ستكون مقبرة للغزة والصحاف كان وقتها يتحدث كيف يستم الفدائيون كيف سينقضون على الجيش الأمريكي في المعركة وبعد أن فشلت هذه الخطة وتحول المطار إلى رمز وسقط الرمز تكون أنت يعني وقعت في مصيدة رمزية العدو وهذا أتوقع هذا الشيء شفناه في موضوع مستشفى الشفاء ولكن كانت المقاومة في غزة أذكى حيث رفض أدي مهم نقطة الوعد نعم نعم الجميل في أنا لما بشوف الحروب اللي في الوطن العربي في المجتمعات المقهورة بشكل عام يعجبني أنهم يتعلمون من أخطاء السابق نعم الآن نحن نتحدث ومستشفى الشفاء سقط سئلت فيما قبل يعني في نقاش مع صديق إنه لو سقط الشفاء ما الذي سيحصل قتلى شيء لأنه أهل غزة طلبوا من المجتمع الدولي أنه تعالوا تفضل فتش لو ادعى أهل غزة أنه لن نسمح أن تداسى المراكز الصحية وأن يقطع الماء والكهرباء عن أطفالنا وسقط الشفاء لا سقط الرمز وبالتالي تحييد الأشياء تحييد الأهداف العسكرية للعدو من حملها للرمز هو نوع من المقاومة النفسية ممكن نسميها ضمن الحرب النفسية أدفع عن المهم أن الشعب يكون على وعي ويتعلم من أخطاء التاريخ لذلك التاريخ يعيد نفسه لكن الذكي من يعني يفطن لهذه المواقف طيب أنا هنا بدي أروح لشيء ربما يعني إحنا كإنسان وكبشر نقف عنده بذهول اللي هي نقطة الصفر شفنا كثير من المقاومين بكل جرأة وكل ثبات نحن يعني إحنا كإنسان وكبشر ندهش من هذا الشيء فشو التحليل النفسي اللي بتنا نعرفه من هذا الشيء فعلا بيكون هذا المقاوم يضع مثلا عبوة يضع متفجر يضع إلى آخره من نقطة الصفر طيب وين الخوف الطبيعي وين جهازه العصبي وين إشاراته الدماء يعني شو التحليل لك النفسي لهذا الشيء المبادرة عادة هي معيار القوة في التحليل مثلا النفسي للغة الجسد الزعيم اللي بيبادر بالسلام يعتبر هو أقوى جسديا أقوى نفسيا الزعيم اللي بيفرج الآخر أنه تفضل منهون برضو بيكون هو المبادر هذا من جهة هذا الجانب النفسي من جانب العقدي تتحدث دائما عن مقاتلين مثلا في العقيدة الإسلامية إذا قتل هذا المقاوم وهو مدبر جزاؤه جهنم نعم في العلم النفسي العصبي في عنا جملتين جملة الراحة وجملة الخوف والحرب جملة الخوف اللي بسموها sympathetic nervous system مبني اللي بسموها الجملة الودية مبنية على رد فعر رئيسي يسمى fight or flight إما الهروب إما الهروب وإما القتال أو التجمد التجمد صحيح لكن أكثر شيء بيركز عليه هروب أو القتال لما يكون المقاوم هذا مربى خمس سنوات أو عشر سنوات في عنده ضبط فقط إنه إذا قتلت مدبرا فأنت في النار راح من عنده خيار الهروب في الحروب بشكل عام في المبارزة في كل المواجهات الفردية معروف أن التردد يقتل صاحبه وصاحب الضربة الأولى عادة هو صاحب النصر وبالتالي في الحروب غير المتكافئة كثير من المقاتلين العقديين ينتظرون بفارغ الصبر قدوم العدو بعكس يعني دائما نتمنى أن لا نواجه طبعا لأنه لما يكون الحرب غير مكافئة العدو لديه مجال أنه يخطط ويضرب لأنه يستخدم الجهاز جهاز البريفرونتال كورتكس اللي هو الستراتيجي لكن الجبهة الأمامية نعم المنطقي في الموضوع لكن في المواجهات الصفرية الجهاز الفعال هو الجهاز الخوف فإذا كان مبرمجا على الإقدام سيكون محاولة العدو للتقاقر أو تجنب القتال هو قاتل لهذا العدو وبالتالي معظم النزالات الصفرية تكون بصالح المقاوم العقدي أكثر من العدو الجندي المنظم اللي عايش بمعاش معين جاي لمهمة معينة وهذا يمكن بوضح فكرة أنه يعني أحياناً العسكري اللي يدرب في أقوى المعاهد العسكرية لا يعني يثبت أنه هذا شجاع مثل ذكرت هناك فكرة وأقوى الأفكار هي الأفكار المعتقد المعتقد اللي هي فعلاً بتخلي الإنسان يواجه هذا الشيء البشري الطبيعي المقتال أو هروب؟ يعني الموت للشجعان في الحروب غير المتكافئة ليش؟ الشخص اللي يدرب في أحسن المعاهد هو عارف أنه داخل على أحسن الجوش لكن الشخص اللي داخل على المقاومة هو عارف أنه داخل في معركة غير متكافئة وضده وبالتالي احتمال أن يكون هذا أشجع من هذا ما بده حسابات كثيرة أنت رايح على جيش عارف أنه يحميك وهذاك عارف أنه داخل رحي قاتل أمام جيش ما إلو في قتاله أمامه غير الله فأكيد هذا رح يكون في المعيار الشجاعة بحاجة لشجاعة أكبر بكثير من الشخص الموجود في منظومة تعتبر الأفضل في الحرب غير المتكافئة طبعا يعني خليني هيك بدي أرجع كمان لموضوع الشجاعة وأديش موضوع فعلا الإنسان قدرته على التحكم بجهازه النفسي وجهازه العصبي هل هناك يعني أنت كطبيب نفسي أدي الإنسان فعلا قادر أنه يتحكم بهذه الإشارات العصبية اللي هي تكون أصلا لا إرادية في جسم الإنسان فأدي قدرت الإنسان على التحكم بجهازه اللا إرادة النفسي اللا إرادة دائما بيجي شوية عميق لكن تراكم المعرفة بأثر فإذا كان الشخص صاحب بنية معرفية معينة قادرة على التكيف وتغيير سقف التوقعات حسب الظروف بيكون عنده مناعة نفسية لكثير من الأشياء أعطيك مثال الشخص اللي عنده طموحات في أنه يفتح مثلا مشروع تحت الحرب بدأ يفكر أنه يعني صار بصد ولا إن كتلته في الجنة وإن عشت رح أكمل حلمي هذا الشخص رح يكون تأثره بالحرب أقل من الشخص اللي ما عنده قدرة وين راحت المشاريع خربت الدنيا يعني اللي عنده نظام معرفي غير قابل على التكيف وبالتالي مهم جدا أنه دائما يكون الشخص مربى من أهله ومن مجتمعه على التكيف في أكثر من الظرف وعنده قدرة أنه يحاول يفكر تفكير إيجابي هاي المرونة النفسية والرزيلة مرونة نفسية مرونة نفسية نعم الإنسان بتقوي يعني في هذه اللحظات مناعة ممكن نسميها صلابة مرونة كلها تعتمد على نظام معرفي متقبل للتغير وهذا نحن بحاجته يعني أعطيك مثال كان في شخص مقاول فقط تجارته فلم يبقى عنده إلا فيلته وسيارته وبعض يعني فقط معظم أمواله كان مكتئب فهو زارنا كنت أنا شتغل في الدولة في التركية فكنت أقول لأصحابي يعني إحنا حلمنا كلنا نصير زيه لكن سقف توقعاته هو كان النوزك يكون غني جدا الآن الظرف اللي هو أحلام عند غيره بالنسبة له سبب في اكتئابه والتالي هنا التكيف نعم أنه الشخص يتكيف مع الظروف والأهم برضه أنه إحنا اللي خارج هذا الظروف نأمن وسائل الدعم الاجتماعي النفسي المادي لها أولى الأشخاص لنكون جزء من منظومة التعافي لها أولى الأشخاص جميل دكتور يمكن أهلأ أكثر شيء يحكى في الإنسان اللي هو خارج تماما عن هذه الأوضاع اللي على شاشات التلفاز يشاهد يعني مشاهد قتل ودمار وإلى آخره أينما كانت طبيعة الإنسان يتألم كثير بقول لك أنا والله أنا خلاص وقفت حياتي حتى طبيق الأولادي ما عم بقدر أطبخ شاعر الألم والقهر والخذلان والعجز اللي إحنا فيه بتكبل قعدة حياته اليومية وطاقة الإنتاجية وإلى آخره في المقابل الشخص اللي عم بتألمه هو داخل الألم نفسه أو داخل الوقع نفسه كيف بتعامل جسده مع ذلك يعني مثلا الإنسان اللي تقطع إيده أحيانا ما بيكون عنده قدرة على أنه هو والله بيشعل بكمية ألم رهيبة لأنه خلاص جهازه أو دماغه راح مباشرة أنه بيحافظ على حياته بيحافظ على إيده صح؟ صح؟ فخلينا شوي نفرق بين الألم لمن هو خارج حدود المنطقة ومن هو يعني بيشوف من بعيد نعم الإنسان عادة يتعامل مع الصدمات بعد فترة في فترة الصدمة الجهاز النفسي يكون قائم على حفظ الجسد حفظ يعني كمثال الدراسات على الجنود الأمريكيين اللي كانوا في أفغانستان والعراق كانت تؤكد إنهم جزء كبير منهم عانى من صدمات بعد العودة إلى أمريكا وليس أثناء الحرب أثناء الحرب الجسم مستعد متأهب للدفاع عن نفسه وبالتالي يؤخر هذه الصدمات اللي خارج مناطق الصراع والمناطق اللي بتتعرض للقهر والظلم يشعر بعقدة الناجي إنه يا ليتني كنتم معه فهذه العقدة تجعله يشعر بمسؤولية مشاطرتهم للألم ويحس إنه من الخيانة إنه يكون بعيد عن هذا الألم آه فمشان هيك بيوحي لنفسه إنه أنا بدي أتألم عشان نتقل هذه وبيبقى يتابع في السوشيال ميديا وأنا أعرف أشخاص لما صار عندهم نوع من التعود صار يفتح أكثر الفيديوهات إيلاما وبشاعة حتى يبكي حتى ما يشعر إنه كيف نعم كيف أقف بعيدا أو جامدا أمام هذا الألم آه الشخص اللي تحت الألم بيكون دائما يفكر بأشياء قصيرة آه سألت أحد الأشخاص اللي عاشوا الحرب هناك قال أنت تضيق الدائرة آه يعني سقف توقعاتك تفكيرك تضيقه حسب ساعات تنتبه هل ابنك عايش ولا مش عايش أولويات أولويات صغيرة جدا قليلة جدا أكيد هذه إلها آثار فيما بعد إما بتكون إيجابية أو سلبية ممكن الشخص بعد الصدمة ينمو يعيد ترتيب الأفكار وأولوياته بشكل أفضل للحياة وممكن طبعا يعيش كرب بعد الصدمة ولكن أثناء فترة الصدمة الجهاز العصبي كل طاقته لا تعتمد على تحليل أو اللي بسموها معالجة البيانات أو الصدمات اللي بيتلقاها تعتمد على المحافظة على هذا الشخص ومشان هيك فيه كثير أشخاص بيحكوا لك أنه هذه الفترة كان عندي شيء بسموه أنا ما كنت مغيب عن الوعي لكن ما بعرف كيف قفزت من الشباك لمكان واستطعت أن أنجو كل هذه بتكون باتجاه أنه يحافظ الإنسان على حياته على الأساسيات في حياته وهذا اللي بيخليه يختلف عنه حتى الإنسان في تلك الفترة نحن نعرف الجسم فيه مخدراته يعني جسمنا فيه مخدرات طبيعية الناس اللي بتستخدم مورفين وبتستخدم حشيش هي تصدرنا جسم تتفعل أشياء عنا أصلا اكتشفناها فالإنسان في وقت الألم جسمه بيفرز الإندورفين يخفف له الألم لكن طبعا للأسف كما قلتي اللي بيفقد إيده بيكون في وقتها يحاول يحافظ على حياته لكن إحنا احتراما للألم لازم نذكر أنه سيعيش بلا يد سيعيش بلا ذراع وهن يأتي دورنا بعد أن تنتهي هاي المحنة الآن هو صحيح أنه صابر لكن تنتظر الحياة فقط فيها شيء هاي رح نحكي عنها بنموم وبعد الصدمة لكن أنا فعلا جزئية يعني لأنه كنت أسمعها كتير أنه قدرتهم على أنهم يتحملوا مثلا هذا الألم بس خلنا يعني وضحناها هيك بيولوجيا لحيث أنه الواحد ما يعيش ضمن عقدة الناجي مثل ما ذكر طيب رسالة للأشخاص اللي عايشين حياتهم بعقدة الناجي وفعلا تعطلت الكثير من حياة ومشاعر العجز والخذلان يعني كبلتهم كيف يتعاملوا مع هاي المشاعر؟ مشاركة الألم بيكون بصناعة الأمل يعني بكاءك وحده لا يغير مسار الأزمة والمعركة مهم هون أنه أنت تتفهم وتشعر بألم الآخر وتحول هذا الشيء لأكشن معين تقدم من خلال مثلا الإعلام تكون ماديا معنويا ما عندك شيء تقدمه الدعاء لكن تبرعص بالمع نعم الاستنزاف اللي بيحصل عند الشخص اللي بيعاني من عقدة الناجي يمنعه أن يقدم شيء للضحية وبالتالي هو لا يقدم غير البكاء غير الاستهلاك يستهلك جسديا وبدنيا وذهنيا وبالتالي هون أنا بشبهها بأنه الشخص يشعر أنه هو جزء من الأزمة ويجب أن يبقى داخلها وكأنه إذا فكر كأنه تفكيره اللي جاي من الطفولة اللي هو بسموه الأمني بوتانس تفكيره في أنه زي الطفل اللي لما يفكر بشكل سحري راح تتغير الأمور يظن أنه إذا ابتعد عن هذا الشعور هو يخذل اللي هناك لكن هنا الجانب المعرفي يأتي فبنغمس تماما بالألم نعم وأن يخرج الشخص يأخذ خطوة للخلف ويقول ماذا علي أن أفعل كيف علي أن أنا تصرف ما الذي أستطيع أن أقدمه هنا يبدأ الشخص يخرج من عقدة الناجي إلى عقدة اليد العليا أو خلينا نقول دور اليد العليا التي تقدم التي بكاءك وعويلك على شخص صاقط في حفرة لن يخرج منها وبالتالي إذا أنت فكرت هل أطلب الإسعاف الإطفائية هل أمد يدي هل أمد خشب هنا يستطيع الشخص أن يخرج من عقدة الناجي إلى اليد العليا يمكن كمان دكتور مو بس على الأحداث الصعبة هناك كان أحد الأطباء يحدثنا عن مغتربة بدول في غاية الجمال بيتها على الساحل أمامها شيء من الطبيعة ومذهل يعني كل السبل متاحة لها لكن أهلها تحت قصف معين أو تحت ألم معين وبعيد عنهم فهي تعيش نفس مشاعرهم نفس ألامهم حتى جسديا لديها أوجاع جسدية تعيشها فقط لأنها هي عاشت ضمن هذه العقدة التي ذكرتها يعني عقدة الناجي وما قدرت تستمتع يعني انغمست في الألم تماما ما قدرت ترجع وتشوف يعني تستمتع في النعيم اللي هي موجودة فيه فبيأخذها سبحان الله وكأنه وحل تقطص فيه للأخر هذا الشيء طبيعي جدا ومقبول من إنسان محب ولو نظرنا لصورة العكس أحيانا بيكون الأهل الشيء الوحيد عزاؤهم أن لدينا ابنتنا سعيدة في الخارج بعيدة عن هذا الألم يعني الأهل بيكون يتوقعوا أنه ما بدنا غير سعادتها وتنبسط وإحنا رح ننبسط مشاهلهم ومصدر قوة لهم بسيب العكس عم تعمل لكن هي يعني في مثل هذه الأوقات ضرورة الشخص يعرف أنه أنت رح تزعل فهم رح يزعلوا عاسع لك وانت رح تزعل عزع لهم فلازم تخرج من هذا الشيء وتكون عملي أكثر ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلهم جميل ممكن أن تكون سعيدا أيضا من أجله قويا بالضبط سعادتي أو مجرد أنه أنا يعني ما بعاني هذه المعاناة وكتكون مصدر قوة للأهل طيب نعود لفكرة خلينا نحكي وضع اللثام أو يعني الشخص المقاوم الذي يخفي شخصيته يخفي هذه الكريزمة حتى تظهر للعلن فيه تحليل نفسي هيك لهذا الشيء أنه فعلا أديه بيأثر على الجمهور نعم أنا يعني بدون ذكر أسماء فيه كان ملثم في سوريا يخرج دائما ملثم ولكن كان له شعبية وأنا لاحظت بعد أن نزع اللثامه فقد كثيرا من شعبيتي فبدأت أسأل نفسي شو السبب؟ ولاحظت كثير حتى في غزة وفي غيرها دائما الملثم له كريزمة معينة كريزمة معينة تتعلق بالظل بالمجهول وإحنا أطفال أكيد سمعنا عن أبطال الآن لما أسألك مثلا لو كنت أنت من الرسامين اللي بسموه الرسام روبوتي قلتك أرسميلي بطل من أبطال اللي سمعت عنهم مثل عنطر بن شداد أو مثل سيدنا عمر ولا خالد ولا زير سالم هذه الشخصيات يعني الإسلامية أو العربية أو الثقافية اللي سمعنا عنها رح ترسميلي شيء ورح أسأل صديقتك رح ترسميلي شيء وأنا أرسم شيء آخر وبالتالي القناع يمسح ملامح معينة تسمح للشخص أن يرسم بطله علي وهون توسع دائرة الخيال؟ طبعا تسمح لك أن تتوحدي مع هذا المقنع لأنه شبيه جدا ببطل من أبطالك في ذهنك لأنه لو كانت في ملامح بيكون أنت محكومة بملمح معين بشكل معين بوجه معين وبالتالي هون بتيجي قوة القناع من جهة والشيء الثاني أنه البطولة هي دور وليس أسلوب حياة الإنسان مطلوب منه نعيش حياة عادية ولكن في لحظات الأزمات وفي اللحظات التي تحتاج للبطولة أن يخرج البطل وينقذ الجميع لو نيجي على الملاحم اليونانية الأساطير اليونانية القصص الإسلامية مثل صاحب النقب الذي حفر في جدار قلعة نقبا ودخل منها المسلمون ففتحوها كلهم ملثمون لم يعرف عنهم أحد منهم ليش؟ لأن هذا إنسان سيعود يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولا يريد أن يعيش بشخصية البطل لأنه هو دور استثمائي يوافق صورة رسمها لنا الأهل والمجتمع عن أنفسنا أن نكون أبطالا في فترة ما وبالتالي هذا المقنع أيضا محمي بأنه يكسر روتينه اليومي في فترات صعبة مقابل نفسه وليس الناس وهذه أعظم حينما تكون بطلا في نظر الناس يكون لذلك تأثير لحظي يرفع الدوبامين عندك فتشعر بالنشوة لكن لما تكون بطل في نظر نفسك هذا يرفع الثقة بالنفس فتصبح طريقتك في الحياة أسلوبك في الحياة معرفتك عن الذات صورة الذات عندك أفضل بكثير وبالتالي كثير من الأبطال يريدون أن يثبتوا أن هدفي هو أنا وليس أنتم لن تعلموا عني هذه الناس جاوبني دكتور على سؤال أنه هل بتعارض مع نشوة الشهرة أيضا هي نشوة أنه هو مشهور فأنت الآن وكأنك ذكرت أنه فعلا هو مشهور أمام ذاته وهذه الثقة اللي أعطال ذاته ربما تفوق الدوبامين اللحظة لتبع الشهرة الاجتماعية لذلك الشهرة إذا كان عندك مئة ألف متابع بصير هدفك مليون وإذا كان ما اليوم صير عشرة ليش لأنه أي شيء لحظة بيرفع الدوبامين هو شبيه بالإدمان سيصبح طبيعيا عاديا بعد فترة وتحتاج إلى جرعة أعلى منه لكن لما تكون النظرة باتجاه الذات هذا ما بيعتمد على الدوبامين وإنما يعتمد على نظرتك عن ذاتك وبالتالي لا تكون بحاجة لا الاستزادة حتى تشعر بالشكل الطبيعي الإنسان مهم جدا أنه ما يكون دائما بحاجة لمؤثرات خارجية كبيرة جدا وشهرة كبيرة جدا حتى يحترم ذاته يكفي الإنسان أنه ينظر بنظرة راضية عن نفسه حتى يكون راضي بذاته وبالتالي لا يجري وراء الشهرة مثلا أو يجري وراء النجاح المبالغ فيه يشعر بأنه شخص عادي ممكن هذا يملك راعي أغنام يعني لم يظلم أحدا ولم يأكل حق أحد يشعر بنفس الطمأنينة التي يبحث عنها شخص لديه الكثير من الموارد التي لا يراه هذا على صعيد نفس الشخص المقاوم أو القائد أو الاختلاف المسميات لكن ما هي الحاجة النفسية إلا إحنا كأشخاص عاديين لوجود رمز لوجود قائد أو لوجود شخص فعلا يعني هو يقود هذا المسير ما الذي يجعلنا ننتظر؟ ما الذي يجعلنا نتعلق؟ إذا بتلاحظي عند الأطفال أو خسر الذكور يما بيكون لاعب كرة قدم جيد يما بيكون مشجع للاعب كرة قدم جيد أو سبايدر مان أو إلى آخره من الرموز الكرتونية لكن معظم الأطفال يكون متوحد مع بطل فما بيكون هو إذا كان لاعب كرة قدم لن يكون متوحد مع شخص موجود يعني شخص مثل ميسي بيكون متوحد مع ما تحصده متوحد؟ ما يسمونه إدنتيفيكيشن بمعنى أن تشعر بأنك منتمي لشخص الهوية نعم وجزء منه يعني نجاح هذا الفريق هو نجاح وانتصاره هو انتصاري وبالتالي الناس المقورين أو الناس اللي عندهم ضمائر ودائما إحنا لما كنا نحضر تلفزيون ويكون في قصة حد مظلوم كنا نستنى الحلقة الأخيرة لأنه متأكدين أنه البطل رح ينتصر وأنه الإنسان رح يجد العدالة هذا هو عبارة عن توحد مع البطل بأنه في حد رح يحقق الشيء اللي جواك وهذا عادة هو البطل الموجود في هاي الحكاية وشان هيك رح تلاحظي أنه كثير من الأشخاص اللي ما إلهم دخل جغرافيا حتى ممكن يكون ما إلهم ارتباط ثقافي أو ديني في بعض الشخصيات ينتظرها على التلفاز أو على اليوتيوب بالأيام وبالساعات لأنه في جزء من داخله يتوق أنه يتم تحقيقه من خلال هذا الشخص وأنا بسموه التوحد أو الانتماء ممكن نسميه أو الاتحاد مع الآخر وكأنه يجبع عنده فكرة هو يسعى لأجلها أو هوية هو يريد إظهارها أو يعني عالم داخلي غير قادر على تحقيقه وعن بيحققه عن طريق هذا الشخص نحن عبارة عن فسيفة نفسية فيها من كل شيء يعني زوجين فهذه الفسيفة أحيانا تبحث عن العدسة اللي تكبر النقطة في هذه الفسيفة من ضمن النقاط دائما البحث عن العدالة كثير من نفس يعني شخصيتنا مبنية من جزء من بسموها سكيم مثلا في سكيم ثرابي اللي هو المنظرات أو المخططات النفسية مبنية على أنه لازم يكون فيه هناك عدالة ولازم هذه العدالة أنت تجدها في المقاوم اللي يرفض يعني اختلال ميزان العدالة فتتوحد معه تتحد معه تشعر أنه هو يتحدث عن شيء داخلك وهذا اللي بيخلي القضاء على أي فكرة مقاومة شيء غير ممكن لأنه في جسد كل حر مقاوم وإن كان مخفي في أعماق الوعي اللي الخوف يعني الوعي الإنسان عنده نزع بطولية دائما نزع للبحث عن العدالة نزع لإثبات الذات لكن أحيانا تكون متوارية في ظل الخوف من يعني من مصير الآخرين اللي هو يعني أنا بسميه وعي العجز المكتسب أنه أنا رح أخرج لوحدي لكن المقاوم أو البطل دائما هو بيحرك الناس وبيكون بوصلة لهذه الأشخاص أنه أنتم مش وحدكم أنه فيه هون جيش من الناس رح يكونوا ضد هذا الظلب وهذا دائما يقلق المحتل ويقلق المعتدي أنه الناس تكسر فكرة أنه نحن عاجزين وهذا الشيء سيستمر باستمرار الاحتلال وباستمرار الظلب نعم لذلك هاي الأفكار يعني فعلا مثل ما ذكرت مستحيل وصاروا الآن وعيين يعني أنه فعلا هناك أفكار متجدرة مش بس بأشخاص صارت متجدرة في عالم واسع يعني وعلى لطاق كبير أصبح من يعني صعب جدا كسرها أكاد أشك أنه يستغلوا ذلك البعض سياسيا يعني هو مستعد هو أن يحافظ على عدو مشترك ليجمع يعني فيه كثير من القادة بعبع العدو هو اللي بيخليهم موجودين المتطرفين وبالتالي هو مش فارقة معه كثير إذا قتل شعبه أو تم توجيه ضربات قوية وصادمة لأبناء عشاء أبو طالما استطاع أن يوظف هذه الأزمة في صناعة عدو مشترك يقويه أنت تعرف كثير من الدول المبنية مثلا على إثنيات مختلفة مثل أمريكا بحاجة دائما لعدو مشترك لأنه ما في عندك أهل بلد بيربطهم رابط ثقافي واحد هم معظم مهاجرون من أوروبا فبيروح ببلش بالعراق ببلش بأفغانستان دائما هو بحاجة لعدو مشترك يهدد يشعر الناس بأنه عندهم تهديد وجودي كما حدث في 11 سبتمبر مثلا وبالتالي يجتمع الناس لاختيار شخص عادة بالعادة سايكوباثي مثل جورج دوبليو بوش هو فقط يوظف ألم الناس هناك في خلق عدو مشترك يسمح له بالحكم لأطول فترة وهي موجودة طبعا فترتين ولو كان فيه فترات أكثر لاصطنع واختلق حروبا أخرى وأعداء جدد ليبقى في الحكم وهذه مشكلة كبيرة أنه الطغاء والديكتاتوري يعني هؤلاء هم نقم على شعوبهم مش بس على أهداهم صحيح طيب أنا يعني أنتظر لحظة الغوص في الشخصية السايكوباثرية يعني فيها العديد من التفاصيل للإنسان فعلا مدي يفهم يعني هذا مجرم على أي أساس يعني ما المنطقة الذي يتحدث من أجده ما طريقة من الضارة اللي بضعها وبشوف فيها الأشخاص اللي حواليه فخلينا شوي نحلل في هذه الشخصيات ممكن الشخصية التي تفتقد هي بعلم النفس يعتبر اضطراب شخصية نعم الشخصية النرجسية بشكل عام العدوانية هي بتكون سايكوباثية لأن تفتقد للضمير والضمير عادة يكون مبني على التقمص العاطفي التعاطف إذا أنا ما بقدر أشعر بألمك ممكن يعني أتسبب بالألم إليك بدون أي إحساس بدون أي مشكلة والتالي الأشخاص اللي عندهم سايكوباثية وعندهم هذه النرجسية العدوانية والسرطانية بيفتقدوا للضمير والتعاطف ويكون عندهم تعطش قوي جدا للقوة والسيطرة لأنه هو لا يؤمن عادة السايكوباثية هو أصلا عنده بارونيا معينة عنده شكوك بالآخرين فبالتالي يجب أن أكون الأقوى حتى أحمي نفسه نعم حتى في أقرب الناس إليه ينظر للناس على أساس أنهم هم حجارة شلطرنج أحيانا تضحي أنت في الجندي من أجل الملك وهو الملك في هذه اللعبة ويضحي بمن يريد ويستغل الوزير أنت أفضل شخص بحياتي طالما الوزير ماشي معه ماشي معه والجندي نفس الشيء وبالتالي الشخصية السايكوباثية هي ميكافيلية يعني نعرف في كتاب الأمير ويتحدث عن أساسة الحكم هي قريبة جدا من المقاربة التي تحدث عنها المسيري في العلمانية الحديثة وأن أنت تلغي الوازع الأخلاقي أو البعد الديني وتتمسك تماما بالمنطق حتى نحن في العلاج النفسي عندنا الموجة الثالثة من العلاج النفسي بدأت تدخل البوذية والتأمل والأشياء الدينية شيئا فشيئا لأنهم اكتشفوا أن المنطق وحده لا يكفي لأن الإنسان مجبول على منطق وعاطفة وبالتالي الشخصية السايكوباثية ليس لديها عواطف لديها أهداف نعم طب بعيدا عن وضوع الجيني وإلى آخره يعني موضوع التأسيس التربوي أو الأسري أو البيئي لهذه الشخصية كيف يساهم بوجودها؟ هذه الشخصية هي في DSM-5 هي يعني ممكن تكون تحت الشخصية المعادلة للمجتمع وللأسف الشخصية المعادلة للمجتمع بدرجة كبيرة هي متوارثة وبالتالي إحنا رح نقول إنه لازم الأهل لربو وهو بيكون أصلا الأب سايكوباث متوارثة كسلوك أم كجينات؟ أم الأثنين؟ أثنين يعني في كان لدينا بروفوسور يحكي لنا أنه بما معناه بالعامية لدينا أنه ابن السرسري سرسري فإحنا نتحدث عن دور التربوي ولكن عادة الأب أصلا هو عنده نفس الجينات وعنده نفس السلوك وجزء من الشخصية هاته بتكون قائمة على أبعاد بيولوجية عادة الأب ولا الأم؟ الذكور عندهم الأجريسيفيتي أكثر اللي هي العدوانية أكثر لكن مثلا الشخصية مثلا مسموها سوسيوباث بتكون قادرة إنه تتحكم في عواطفها وجزء منهم كثير بيكون في أماكن مرموقة لأنه قادر إنه يتحكم بعدوانيته وبغرائزه لكن من داخله قلبه أسود زي ما بسموه لكن من خارجه يظهر للناس ما يريد أن يراه الناس يعني هؤلاء خطرين جدا لأنه في النظام الديموقراطي نحن قائمين على الاختيار والشخص الإنسان اللي على نياته دائما بيظهر كل جوانبه لكن هذه الشخصيات تظهر الجانب الذي تريد إظهاره نعم والتالي في زعماء متلونة يخرج بدعايتين دعاية لليمين ودعاية لليسار حتى يستفيد يوظف حد يخاطب هؤلاء ناس أو يتعاطف مع ناس قبل ما يتعاطف مع شعبه بالتالي هم أكبر تهديد أتوقع للديموقراطية لأنهم عندهم قدرة على التلاعب في مشاعر الآخرين فبالتالي يستطيعون هؤلاء أن يوظفوا هذه القدرة على التلاعب والاستراتيجية الغير مقيدة بالأخلاق يستطيعون أن يجعلوا من أنفسهم رموزا لأشخاص كثيرين يجهلون ما لديهم ويعني لا أريد أن أخوض بأسماء لكن كثير من زعماء العالم الآن خاصة الدول المعادية لديهم شخصية نرجسية أو سايكوباثية أو سويسوباثية هل تعتقد أنه بتم اختيارهم يعني بتم فعلا يعني اللي بيضعوا على مناصب معينة بتم تحليل شخصياتهم قبل ذلك وضعهم ضمن اختبارات معينة كما قلت يعني الديمقراطية لها إيجابيات كثيرة لكن من سلبياتها فكرة اللي بسموه الانتقاء الذات الطبيعي اللي هو الدارويني هو أنه البقاء للأقوى أعطيك مثال ممكن تكون شخص قوي جدا وخلوق لا يغضر إذن في قصة الزير سالم كليب كان لا يقاتله أقل من 40-50 فارس فقتله جساس من الخلف وبالتالي الشخصية السايكوباثية ليس لديها يعني لوم على الغدر لذاتها لكن الشخصية العادية ممكن أن تكون صاحب بأس وشديد وقوي جدا لكن لا تتوقع الغدر أصلا وبالتالي هؤلاء الأشخاص من خلال الانتخاب الطبيعي تذكرت المصطلح تصل إلى مراكز مرموقة لأن الآخرين يفصحون عن ما بداخلهم عن خططهم هم عادة يقومون على التخفي على التلاعب على التلون على العلاقات علاقاتهم عادة هي مصلحة هل تعلم الضمير والعاطفة عندهم مغيبين تماما ولا يتم تغييبهم ولا هناك وعي أنه موجودين لكن أنا ما بدي أظهرهم الضمير مرات بشبهه أنا في الهارد ديسك يعني إذا مش موجود مش موجود أحيانا بيكون إما موجود أو غير موجود بس أحيانا بيكون مجزة تعرف الهارد ديسك الزمان كانوا يجزئوه كثير من الشخصيات هذه لديها نظام أخلاقي شبيه يعني بسمه alternative يعني بدل يعني مثلا كمثال بديل فعلا هو يتصدق ممكن يعمل حملات تعلق بالدين حملات ومقتنع إنه جيد إنه شخص جيد لكن بالمجمل تكون كل علاقاته مبنية على المصلحة على التأثير في الآخر على التلاعب بمشاعر الآخرين وتوجيههم حسب رغبته لأنه هو ما بيشعر يعني مثلا كمثال نتنياهو أحد الوزراء بيقول إنه أكثر شيء خلى نتنياهو بالحكم ويلي كود بالحكم وإنه علمنا شيء إنه في السياسة كل شيء مباح يا سلام شو معنى كل شيء مباح تستطيع أن تخدر تستطيع أن تكتب تستطيع أن تخدع تستطيع كل شيء الله ما يخدم هذه السياسة وبالتالي هذا شيء مهدد للمجتمع لأنه الأخلاق الناس يعني قصة عمرو بن ود اللي صرعوا سيدنا علي لحظت شيء إنه المجتمع حتى وإن لم يكن مؤمنا يصنع أخلاقا تحافظ على بقائه عمرو بن ود كان خرج في غزو من الغزوات واقترب من المسلمين وقال ونادى فيهم هل من مبارس بالوضع الطبيعي بتفكري طيب هو أجل وحده على فرسه وسيدنا علي خرج بعد فترة يعني بعد خوف عدد من المسلمين أو ترددهم خرج سيدنا علي طيب لحد تلك الفترة في ناس عندها سيف في عندها رمح في عندها حراب لماذا لم يجهزوا عليه لأنه في خلق متعارف عليه ويعرف عمرو بن ود إنه هؤلاء لديهم خلق يمنعهم من الغدر لكن إذا كان فيهم شخصية سايكوباثية سيكون لها الغلبة على المدى القصير لأنه حاد يغضر فيه صحيح وبعد ذلك إعلاميا يقول لقد سرعته وصرعته وهذا الشيء الذي يجعل الشخصية سايكوباثية أحيانا لديها قدرة على الحكم أو الوصول للحكم أكثر من الشخصيات لأكثر اتزانا وأعتقد هدول الناس ما بيكونوا شايفين أصلا أنهم هك وصعب أنهم يزوروا طبيب نفسي أو يبدأوا في مرحلة علاج وتغيير عادة في السجون يعني الشخصيات النرجسية والانتي سوشيال السايكوباثية هذه تأتي للطبيب حينما تفشل أو حينما يتم كشفها هم يأتون يعني بيجي نادم كيف كشفوني بس ما بيجي معترف لا لا كيف كشفوني كيف ما قدرتش أتخفى أكثر بالتالي هذا هو ألمه بيكون ألم على الفشل مش ألم على الألم اللي سببه طيب يعني من حديث عن هذه الشخصيات إلى نمومه بعد الصدمة يعني ذكر الدكتور أنه أدى فعلا الألم ربما في وقت الألم وفي وقت الحدث نفسه قد يكون هناك جبهات دفاع من الجسد من الرسائل الدماغ والوساط العصبية لكن ما بعد ذلك هناك مشاعر القهر أكثر هناك مشاعر الألم أكثر هناك مشاعر الضعف ربما أكثر ليش بنفس البيئة عم من شوف أحيانا أنه هناك شخصيات قدرت تقاوم وفعلا تصل في هذا الصدمة إلى مرحلة من النمو والإنجاز وتوصيل صوتها حتى لمجتمعات مختلفة وفي المقابل نفس الصدمة في نفس المجتمع لشخص يعني تكون سبب انتهاء حياته ربما تحدث عن الصدمة أنا بدي أحكي شيء أنا لاحظت في كثير من المناطق حتى في منطقة الزلزال وغيرها لاحظت أنه الناس اللي بتاخذ وظيفة بتكون أكثر منعة بمعنى آخر أنا سألوني في موضوع الزلزال اللي كان في تركيا أنه شو العمل وهذا الشيء نفسه حكيته لأصدقائي من غزة قلتني من الإنسان في أيام الكهوف كان الرجل مسؤول عن الحماية والصيد والمرأة مسؤول عن تدبير المنزل ففي الظروف الصعبة المرأة تبدأ بإدارة الأزمة بإطعام الأطفال حتى لو كان مثلا في منطقة فيها عشرين ألف شخص في مكان تأخذ النساء إدارة وضع الأطفال والرجال يعملوا نوع من الحماية لأنه ما في شرطة ما في نظام ما في غير حتى يعني استغربت صديقي حكالي أنه ما في غزة مثلا ما في جريمة أصلا في هذه الفترة وهذا شيء غير متوقع من ناحية البحث النفسي نحن نعرف أنه في الأزمات حينما أنت عندك الآن في أي حي في إسطنبول تكثر جرائم طبعا تذكر تخيل أنه في حي في إسطنبول يقطع عنه الماء والكهرباء والشرطة ستتوقع أن تزيد المقدار الجريمة ولكن ربما الألم يوحد الناس هذا أولا اثنين هناك توجهين عند الناس في الأزمات وفي الكوارث إما أن يكون الناس تعلموا أنه بالاتحاد قوة بالتكافل قوة أو يكون الشخص يبحث عن الخلاص الفردي وبالتالي على المستوى الجمعي يعني أحاول أربط الأفكار التي أجدتني بسؤالك على المستوى الجمعي نجد أنه هناك نمو في الشعور بالتكافل الاجتماعي الشعور بالتعاون الشعور بالتعاضد الدعم للأشخاص البعض ونجد أنه المجتمع صار يحارب الألم يتوحد في محاربة الألم وهذا الشيء نمو لمجتمعات وهذا اللي شفناه في غزة كل حرب عاشتها مثلا وفي الزلزال في مناطق الكثير على الصعيد الفردي الإنسان في حياة تراتبية معينة فيها تراتبية معينة فيها روتين معين أحيانا يخلط أوراقه يعني أنا كدكتور شو هدفي هدفي أنه يصير عندي عدد مرضى كبير معظمهم أستطيع أن أحالجهم لكن في صدمة من الصدمات قد يكون لي دور أكبر بكثير وأكون مطالب بدور أكبر بكثير وهون بيجي فكرة أنه لا برجع أنا برتب أولوياتي أنه في دور أهم من فكرة النجاح اللي أنا كنت رابطها بمعايير معينة أو ممكن أكون عندي علاقات كبيرة جدا لكن لا تغني ولا تسمن من جوع في وقت الأزمة فصير أتعلم كيف أستثمر في العلاقات العميقة اللي تدعمني معنويا وممكن دينيا وممكن اجتماعيا وبالتالي الصدمات تجعل الشخص تباثر أوراق الشخص فيضطر أنه بعد خبرة معينة أن يقوم بإعادة ترتيب هذه الأوراق لذلك إذا كان الشخص لديه إيمان بأنه لديه قدرة معينة سيطرة على الأزمة وإيمان بأن هناك مثلا البعد الديني هنا إيمان أنه لو لم يستطع التعامل مع الأزمة فإن يعني يضى الله معه وستساعده يكون احتمال أن يخرج من هذه الصدمة كبيرة والفترة اللي بعد الصدمة اللي قد حتى لو كان عنده كرب بعد الصدمة مثل الجرح الموجود عند شخص معين بعد التعافي الشخص يبدأ يقوي اليد اللي جرحت أو كسرت وتصبح أفضل مما كانت قبل ويعرف من أين يؤتى يعني الأشخاص الآن بتصير توقعاتهم تفكيرهم سقف التوقعاتهم آمالهم تتحدد بشكل ذات معنى لا يتأثر بالصدمات المادية وبالتالي أتوقع أنه كثير من الناس في المجتمعات اللي تعودت على الصدمة بنيته من نفسية مبنية على معاني أكثر من البعد المادي وهذا بيجعلهم تحملوا أكثر نعم لأنه المعنى العميق يعني الإنسان خلينا نقول في الجاهلية لما كان يقتل كان يسمى أنه هذا يعني قتل يعني في قصة الزير سالم ابن عباد لما قتل ولده قال أنه يعني اعتبروا بكليب فربط بين دم المقتول سبب الحرب وكان يريد من ذلك شرفا فكيف بناس الآن يعني ممكن نسميها التنافس بينهم أنه هذه العائلة كم شهيد قدمت كم عندها مقاوم كم صمدت كم قدمت من مساعدات للعائلات التي نزحت لها الآن في مجتمع قائم على التنافس في بعد ثاني تماما مختلف عن الأشياء الموجودة فيما قبله وبالتالي هنا النموما بعد الصدمة ممكن يكون حالة كثيرة موجودة هناك لأنه متوافق مع البعد الموجود فينا بيبحث عن البطولة وعن التضحية وعن الفداء اللي هو مش موجود في الثقافة الغربية المعتمدة على الفلسفة السوقراطية المعتمدة على المنطق مش منطق أنت تضحي مشان حد ولا منطق أنه تدفع فلوسك مشان حد المنطق أنك أنت تخلي حد يضحي مشانك وتأخذ فلوس وتجمع وتجمع لكن كل هذا بعارض فطرة إنسانية تربى عليها يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة تربى عليها في فداء سيدنا علي للرسول تربى عليها في كثير من المعاني وبالتالي تجد أنه هذه الأزمات كما يقول الأطراك في كل شر خير فيها من الخير ما يقوّل جانب المعنوي أو الروحاني أو الجانب اللي هو أعمق وأعظم من الجانب المادي البحث أدي مهم فعلا دكتور العودة للتاريخ للقصص أنت ذكرت موضوع القصة والرواية في البداية والعودة للقرآن الكريم أكثر جملة ربما سمعتها في الفترات الصعبة والحرج أنه كأن نقرأ القرآن لأول مرة وكأنه سبحان الله هذا الكلام منزل الآن القصص التي تربى والأقوام السابقة والعظة التي أخذها فعلا الشخص الواعي المدرك لطبيعة الحدث الذي يعيشه تكون أحد جنود أو أحد الترساني أو شئ فعلا يقي وبساعده على النموم بعد الصدمة هذا بالنسبة للشخص الكبير لكن إحنا عم نشوف أطفال يعني لسه أعمارهم مش قادرت تعي فكرة البحث أو فكرة المعنى العميق فكرة الإيمان فكرة ماهية الحياة يعني هذول الأطفال خليني أحكي هيك من زاوية أخرى بل بعض بيشوف أنهم ممكن يطلع عندهم لما يكبروا نقمة على هذا المجتمع حقد على هذا الوضع اللي عاشوا وعلى هذه الظروف اللي كانوا فيها والبعض يأخذ الزاوية الإيجابية وهي أنه لا ممكن يكون يعني أشد صلابة وأشد متانة في مقاومة العدو أين فند الجهتين دكتور؟ يعني إيلون ماسك حكي شغلة أنا بأيدها أنه أنت تزرع أو تصنع مقاومين على يعني على أعين الله لأنه أنت لما تظلم هذا الشخص أنت تشعر يعني فيه شغلتين مهمات هذا الشخص ممكن يعيش صدمة لأنه يعمن الفقدان فقدان الأمن والأمان على كل العالم وهذا إحنا بنسميها في في الضربات القلق أن يكون للشخص منظور أن العالم مش بخير أن العالم مش آمن لكن إذا هذا الطفل تربى على أنه لا العالم آمن ولكن هناك سبب له رحيل عن هذا السبب من هنا تكون أنت كلما ازددت ظلما ازددت صناعة لمن يقوم هذا الظلم لأن هذا الشخص إذا ربط فقدانه للأمن بوجودك سيصبح وجودك بالنسبة إلى تهديد في الضربات القلق يتم تعميم ذلك أن الدنيا كلها مش بخير وأن الدنيا كلها مش بأمان وبالتالي يصير الإنسان عنده اضطرابات القلق لذلك للطرفين حق فيما يقولونه لكن على الظالم أن يعرف أنه سيحصد ما يزرع وهو الآن يزرع الكثير من البذور وسيحصدها سواء في قريبا يعني أحيانا بيكون الحصاد بعد سنة زي القمح أحيانا بعد سنوات مثل الزيتون لكن كما قال أجدادنا إنك لن تجني من الشوك العنب ولن يجنوا العنب هل الأطفال تحديدا يعني بإعمار معينة يعني هم إذا زرع فيهم أفكار ما شي حيتأثروا لكن إذا شافوا أهليهم قديش هون دور الأهل في انعكاس هذا الشيء على الأطفال يعني يمكن من الفيديوهات اللي كتير انتشرت صور الأب اللي أمام أطفاله بيقويهم وبصرخ فيهم أنه هلأ مش وقت بكاء ولا بقت نحيب ولا وقت ألم بهذه الطريقة ولا وقت صمود وثبات فهذه الصور التي تعكس أمام الأطفال كيف بتكون ردت عليهم يعني أثرها عليهم لن أجيب هنا بنوع من الحزم الكبير لكن أنا حسب ما تعلمته هو يجب أن نحترم العاطفة يجب أن نسمح للطفل أن يعبر عن ألم عن خوف العواطف بدون بدون كبت لا شك أنه منظر الأب القوي للبطل غير المهزوز هو مهم جدا لمناعة صلابة الطفل وهون بذكر أنا قصة فرويد لما تحدث عن والد اللي كان يهودي وأسأله ألماني وقال له أو يعني بما معناه يهودي قدر وصفعه فسقطت قبعة والد فرويد فقال له فرويد قال سألت أبي وماذا فعلت كنت أتوقع منه أن يرد له الصفعة قال له أخذت قبعتي ومضيت قال هذه أكبر صدمة عشتها في حياتي وعشت حياتي كلها كيهودي أقف على أسوار روما وأفتحها انتقاماً لوالدي وبالتالي ضروري الأب يحاول يكون متماسك وهذا شيء يؤلمني أخاف جداً أنه ينكسر الأب أمام ولده لأنه هو الجبل اللي يستند عليه الطفل فبالتالي في هذا المشهد جزء إيجابي هو أنه أنا قوي ومتماسك لكن الجانب الثاني أنه يركز أنه فيكم تبكوا يا أولاد لكن إحنا رح نصنع الأمل احترم في يعني حتى في بعض المصعفين بنية حسنة أحياناً خلاص ما تبكي خلص القصف ليش بتبكي أنت بطل الخوف هو شعور إنساني ما نربطه بالضعف وبالجبون لا هو شيء هو شعور وجده في الإنسان ليحميه من المخاوف والله زرعه وحتى جزء من ديننا قائم على الخوف على الخشية من الله الخوف من النار وبالتالي نحترم حتى الخوف حتى الألم لكن في نفس الوقت نعطي رسالة أننا ما زلنا متماسكين ما زلنا قادرين على أن نتمسك بأي شيء ممكن يحمي فيه الوالد ولده الأم ابنتها لأنه في نظرة الإبن الجدار الحصين للعالم الخارجي هو الأب الطفل في منظوره حتى في المنظور النفسي أحيانا يتقوق على نفسه ويجد أنه كل ما هو خارجه هو بالنسبة له مهدد فإذا كان يؤمن أن لدى والده ووالدته القوة لحمايته يشعر بالأمن وهذا مهم في هذه الصورة أنه نحاول ندعم الأباء والأهل أنه يتماسكوا حتى وإن بكوا يعيشوا شعورهم ولكن يرجعوا لأبناؤهم يفهموهم أنه هذه المشاعر لا تمنعهم من حمايتهم ربما في وقت لاحق لكن احنا عم نحكي في خضم الأزمة يمكن دكتور أنت هيك فندت جزئية أنه ليش صور الثبات هاي عم نشوفها كلها هل هي مصطنعة هل هي مثل هيك ماسك عم بيحاولوا يلبسوه حتى يفرجوه للعالم الآخر ولا يفرجوا لأنفسهم حيانا واحد يحاول يحكي مع غيره عشان يسمع نفسه هنا مجتزأ أنا أحب الصورة تكون مكتملة هناك ألم هناك قهر هناك فقدان لكثير من معاني الحياة ولكن هناك الشخص الذي قام ليقاوم أعطى الجيوش فيه من يقاوم هذا الأمل الألم من داخله فتخرج صورة تقول أنا متألم ولكن صامت أنا كطبيب نفسي أتحمل الطرفين أتقبل الطرفين أعرف أن جزءا منك خائف ويترقب كما كان سيدنا موسى ولكن جزء منك يقول أنا صامت ولن يكسرني كل هذا العدوان كل هذا الضبط وبالتالي هنا الصورة إحنا كناس لازم ننشر اللي بيقول أنا متألم زي ما مننشر اللي بيقول أنا صامت لكن هنا طبعا في الحرب النفسية في شيء يعني ليغيظة بهم الكفار يعني في كثير ناس بتحاول توصل هذه الصورة أنه أنت تألم وأنا لا ألم وبالتالي هنا الجانب النفسي كطبيب نفسي أو كمعالج أو للأشخاص اللي بتعاملوا من الداخل بنصحهم أنهم يعطوا مجال للكل يعبر عن كل المشاعر حتى وإن كانت سلبية ولكن طبعا الإعلام والحرب النفسية ممكن أنه تدعم فكرة أنه إنشر الصمود إنشر البسمة إنشر الألم الأمل في مقابل الألم والقهر وأنت مع مين؟ في الإعلام شيء كما قلت لكن لما تعامل مع المريض أو تعامل مع الإنسان أتعامل معك إنسان لكن أعتقد إحنا هلأ في حرب نفسية الحرب النفسية هي يعني ما أخذ الخط الأول سواء إعلاميا يعني سياسيا الفيديو هذا قلت إنه مجتزع ممكن هذا الفيديو يكون له هدف لكن كتعامل أب أنا كطبيب بنصح أب بنصحه إنه يدعم إنه يتقبل كل المشاعر لأنه الإنسان الخائف إذا قلت له أنت بطل ما صرش تخاف رح يشعر بالعجز بالإضافة إلى الخوف رح يشعر إنه ضعيف لأنه خاف وبالتالي هون احترام المشاعر والتعبير عنها مهم جدا لكن الصورة الإعلامية هذه تسأل فيها أهل الإعلام نعم يعني دكتور حذيفة الحديث عن هذه الوقائع وهذه النفسيات ربما هيك يعني أخذنا لحديث عميق عن أنه سبحان الله يعني كيف لهذه النفس أن تكون نفس النفس التي خلقت من نفس المادة والله عز وجل الذي خلقها كيف لها أن تختار بين خير وبين شر بين صمود وبين وهن بين عجز وبين ثبات يعني معاني متناقضة ذكرتيني بمتافور استخدمته أو بتمثيل قلت لشخص أنه لما أنت تتحدث أنا اليوم أكلت بيض وخبز وعصير ممكن تكون أكلت كيك النفس البشرية فيها معاني كثير امتزاجها بيطلع أشياء كثير لذلك كل إحنا كأطباء نفسيين نعتبر أنه كل إنسان هو واحد وحيد التعميم خطأ كل إنسان بذاته هو يعني من صنع الله وكأنه هو تحفة أثرية مختلفة ليش حكيت أنه التكوين النفسي ممكن يكون زي زي فكرة الكيك الكيك هو عبارة عن بس مزيج في ظروف معينة بينضج بيصير كيك لو نضج البيض لوحده بيصير أوملت لو العصير لوحده المية على الطحين صار خبز وبالتالي التكوين النفسي أعمق بكثير من ربطه بنظرية واحدة أو بمفهوم سطحي مثلا إنه نقول إنه الإنسان عبارة عن أنا وهو وأنا عليا أو الإيغو سوبر إيغو الإيد لأن الإنسان شيء عميق جدا وبحاجة لتفكر في النفس كثير حتى نفهم جزء بسيط ومشان هيك كل النظريات لم تسعف كثير من الأعداء إنه يتوقع ما الذي سيفعله هذا الشخص لأنه النظرية قائمة على التعميم لكن الشخص كل ما كان عنده ديناميكيات عميقة ومختلفة بيكون ما في عندك مجال إنه تتوقع ما الذي سيبدر عنه وهذا في الحرب النفسية مهم جدا لأنه توقع الشيء بيعطيك مجال للشعور كيف أسيطر على ذلك والمجهول أكثر للأشياء اللي يخاف ها الإنسان وبالتالي كثير من الناس مثلا من الزعماء في الديمقراطيات الكبرى في العالم يختار السيء المعتاد عليه خير من خير مجهول مش متأكد منه لذلك لما يكون عندك نفسية وشخصية مبنية بشكل فريد يكون صعب على المعادي أن يتوقع ما الذي سيبدر عنك وهذا ما الذي يميز المقاومين في شتى بقاع العالم أنه يخرج عنهم ما لا يخرج عن عامة الناس يعطيك العافي دكتور يعني كانت إضاءات خير نحكي نقرات أو يعني مصابيحك تضيء الفكر والوعي وطريقة النظر للأمور طريقة النظر لما هي الحياة للنفس البشرية للمبادئ جديد ولي حولنا من جديد والوعي للحرب النفسية والحرب الأعلامية التي يعني نحن في خضمها حاليا شكرا دكتور نختم في قول الله عز وجل لنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين نسأل الله عز وجل لنكون جميعا من الصابرين وتكون بشريات خير للصابرين وكما يقال إنما النصر صبر ساعة أعطيك العافي دكتور حذيفة برهم طبيب النفسي ودكتوراه في الطب النفسي والإدمان شكرا لتواجدك معنا نعطيك ألف عافية عفوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر